السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 9 ملايين حبة من مخدر الكبتاجون بالتعاون مع قوات الأمن اللبنانية قبل تهريبها من بيروت إلى الكويت وقالت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان إنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي المستمرة والمكتفة لملاحقة مهربي وتجار المخدرات على كافة المستويات الأقليمية والعربية والدولية تمكن قطاع الأمن الجنائي والمتمثل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع القوى الأمنية بالجمهورية اللبنانية من ضبط 9 ملايين حبة من المؤثرات العقلية نوع كبتاجون وأضافة وردت معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لدولة الكويت من أحد المصادر السرية تفيد بوجود شحنة من حبوب الكبتاجون المؤثر عقليا سوف تهرب من الجمهورية اللبنانية إلى دولة الكويت من خلال إخفاءها داخل شحنة فواكة البرتقال وانطلاقا من مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين أجزة مكافحة المخدرات في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحد من انتشار تلك الآفة الخطيرة وتجفيف منابع تهريبها تم تزويد قطاع الأمن الجنائي بدولة الكويت بكافة المعلومات المتعلقة بالشحنة وبناء على تلك المعلومات تم التنسيق مع دارة جمارك ميناء بيروت البحري للتشديد على الشحنة وتفتيشها بدقة حيث تم العثور على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تم أخطائها بطريقة احترافية داخل تمار البرتقال وتعبتها في أقفاص بلاستيكية تمهيدا لتهريبها وبإجراء المزيد من التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات تم التوصل إلى بيانات الشركة المستوردة للشحنة المطبوطة وعليه تم استدعاء مالكها والمفور بالقيام بأعمال الشركة للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وأكتت الإدارة العامة لإعلاقات والأعلام الأمني إن الإدارة العامة لمكافعة المخدرات مستمرة في حملات الأمنية على تجار ومروج المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه في جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والعفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة اشترك في قناتنا ليصل إليكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر